يتوجه وزير الخارجية سامح شكري الأحد إلى جينيف للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى لدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأكذا الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاحة ومن المقرر أن يلقي الوزير شكري بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى لأعمال مجلس حقوق الإنسان فضلا عن مشاركته في عدد من الفعليات التي تعقد على همش أعمال المجلس والتي تتناول أهم الأزمات الإقليمية والدولية وتداعياتها على مناخ حقوق الإنسان العالمية وعلى رأسها تداعيات الحرب الجارية في غزة على أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة